بسم الله والصلاة والسلام ونشر في خلق الله سيدنا محمدنا آله وصحبه وسلم سليمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحمة بكم معنا في الدرس الثامن من دروس المعلومات الممتدين في هذا الدرس إن شاء الله سنتناوله 4 الأسئلة السؤال الأول كيتكلم على قفل الماوس سؤال الثاني قطع الاتصال بالأنترنت لمدة محدودة السؤال الثالث قفل البورات متاع الـ USB بيش ما قدوش يستعملوها والسؤال الثالث هي كيفية عمل دوسي أو مجلد بدون اسم إذا إن شاء الله نبدأ أول سؤال قفل الماوس إذا نتلقى تحت الفيديو هاتليليا هذا فيهم طبعا الإيميل فيسبوك والثالث هو متاع الواجسيا الذي نستعمله أوكي كوبيو أو تكليكيو إليه كوبيو أنا أبلوديتو لكم نستعمل ميديا فاير حي تخفيف فيه 375 كيلو ما فيش تعمل ممبا أم ميجا تكليكي عليه تكليكي عليه تريشارجه و سأخرج لك على هذا الشكل أوكي إذا ما قلقت عليه إذا ما قلقت عليه إذا ما قلقت عليه سهل في الاستعمال ديالو هاتليليا صراحة أنا بالنسبة لي كيستعملوه مثلا كنكون في الخدمة و كنبغي نجيب غير حاجة و نكون قدام بشي حاجة ربما يجيشي واحد يريف بلاس سي أو يقص غلا سورير ربما يمسح شي حاجة يعني كيتجيلة للكرون و ما يقدي ديروالو كنديرو بإلا ما كنرجع و كندير الكود و كندير الكود و في الساعة كننخدمه إذا كنكليكي يدو كليكي عليه كي أعطيني هكا و بلوس كيسا ما كيت أنصالاش يعني غتكليكي عليه و كتسا كليكي يدو كليكي و ندير الموضة ببصمة و ندير الزز و نعود الزز يعني في الساعة الزز و ندير لوق اوكي إذا هوا مبلوكية دابا نمشي لنشوف القضية العرض أو أرجع نرغي الزز مثلا لذلك الكود ديالي و ندير انتري سيبون هيا لسوري نقدم الساملة إذا ما تاخدش منك حتى 5 سجوند إذا ما تكليكي على لوجيسيال ندير الموضة ببصة دياليك في ثلاثة الأخر و ندير لوق سوف يتمشي و ترجع تلقى هكا إذا ما يقدش واحد سواء ندير شي موضة ببصة اللي غالط ندير أوكي ماشي يخدم إذا لذلك الزز إذا الزز أنا غي اختارتها حيث سهلة تخدو الموضة ببصة اللي بغيتو أوكي هذا فيما يتعلق بالسؤال القفل تاع الماوس السؤال الثاني فيما يتعلق بقطع الاتصال بالأنترنت سؤال اللي عجبني بزف علاش أمول السؤال اللي هي واحد المرأة عندها الأبناء ديالها كي يستعملوا الأنترنت كما تقول كي يستعملوا الأنترنت وإذا مشت هضرت معاهم وقالت لهم نوضوا كل شوية يقولوا لها أخي احنا جايين كل شوية كي تلقى مشكلة معاهم ما كيحفظوش في الليل وإذا نوضتهم يعني هما كانوا يخدموا نوضتهم ما كيحفظوش ما كيمشيوا هما ضبانين ما كيحفظوش واحد اللوجيسية اللي غادي نوري لكم دابا اللي هو زوين إذا هوا غادي نشوفو الدور ديالو إذا هوا اللي ها هتلقاوه طبعا ان شاء الله تحت الفيديو ندخل اوك إذا نوالا ننقل إهنا يا شحال فيه كون في شي وا من با 2 ميجا 1.46 ميجا يعني 1.8 ميجا ما كاملش 2 ميجا وroad ننهي ننص الفيديو و نضيف 2. eventual نضيف when ننصف بتوفق تنصف إذا تقبيق هذا ضبط النصف هنا بأنه يقطع الاتصال بالأنترنت إذا أردت مثلاً الإبن ديالي قال له من بعد ساعة ونحفظ أريد أن نجد الانترنت ساعة إذا نقوم بعمل الآن ونقوم بمثلاً خمسة دقيق أو خمسة تلاتين إذا نقوم بعمل ساعة ساعة الأنترنت سوف يعمل بها ساعة من بعد ساعة سوف يمشي عليه 60 دقيقة من بعد ساعة سوف تكوب عليه الانترنت بحدها تلقائياً إذا سوف تكوب عليه وينض ولكن الإبن ديالك أو هذا اللي بغي تدير هذا اللوجيسيال سوف يفهم شوية سوف يقول له ونجي هنا وانقطحها ونقوم لي كليكي ومن الكليكي يدير run ويدير هنا التالية يعني التالية هذه معناها مواجهة تبقى خدامه بل ما تنقطع إذا ما سوف نجهد سنجي setting سنجي نجي ينضي password نضيي unable نضييي�� password لا أفهم هذا نضييي ساعة ساعة هنا يطلب الباسورد نقوم بـ هو القطع اتصال الانترنت وإعطاله 60 دقيقة إذا أردت قطعه ويشعله مثلا ويقوم باسورد يعني لا يقدش ساعة بعدها لا يقدش يعمل بانترنت سوف ينوض بوحده لما تجي تنوضه سوف ينوض سوف يرى هذا اللوجيسيال سوف يرى الساعة دقيقة تفوت سوف يقول أنه الأب ديالي أوره ديرش للوجيسيال ربما ما يبغيش شنو سوف نفعله؟ سوف نرجعه سوف نفعله نفعله باسورد ديالي كنتلقى هنا جنرال وشنو هنا؟ الرين وويندوز ستارت إذن يطلع مع الويندوز عندي ثلاثة الإختيارات اللي كنشوفهم عندي هنا اذا الخيار الأول معناه إذا رضي ماريت الأورديناتور ديالك وكوشيت ديكوشيتها سوف تولي أنترنت يعني ما غادش يخدم بروغرام إذا خليتها وخير رضي ماري الابن ديالك ربما قد يكون فاهم ولا قال ربما كان شي مشكلة ورضي ماري سوف يخدم له أما إذا خليتها دي وخاطر رضي ماري سوف تبقى الانترنت مقطعه الثاني إلا خليتها باش أنه يدير أوتوماتيك شرك فيرسيون جديدة خليه والثالث هو اللي غادي ندكوشيوه غادي تمشينا ذاك العلامة انتع بالتقايق اللي كتكون هنا كتقولوش حال بقيلك أوكي إذا غادي ندكوشيها ندير أوكي وراء هادي دابا ندير انترنت مثلا أعطيلو 15 مينوت ندير المدو بباس أوكي إذا فاولا ما طلعتش ما غاديش تطلح ذاك هادي تعطي انترنت ما بلا ما يطلع وراء هادي هنا غادي يقول لي انترنت 15 دقيقة ما ذاك الموت اللي كان هنا كيبقى يقولوش حال بقيلك ما كانش يعني وما غاديش يعرف قاعبي أنه كين بروغرام ما غادي تكمل 15 دقيقة غادي تقطع انترنت وغادي ينود يكمل حفاظة ديالو أو على حساب الشخص اللي انتدير له هاد لوجيسيال إذا هاد الوجيسيال زوين أتمنى أنكم تتلي شارجة وتستعمله السؤال الثالث البور اس بي إذا هاد المشكلة كتوقع في الشركات كتوقع في الناس اللي عندهم بيسيات ديالهم وكي اللي كيستعملوهم بزاف كتوقع في الإدارات بزاف كي يجيب اس بي كيدخل اس بي كي يكون فيها فيروس كي ينقلو لك البيسي ديالك كين طريقة طبعا بلو بيوس انك بلو بيوس اللي بور نتاع الو اس بي ديالك يعني تردهم ديزابل ما كيخدموش ما بقوش يخدمو تدكونكتهم يعني خايدير لدير الو اس بي ما يخدمش مي بون إلا بغيت مراجعة يتشغلو خسكو بلجي تولي السيتاب و ترضي ماري نحن كين واحد لو جيسي اسميتو ارادتول اوكي اذا غادي تلاقاو لليان طبعا تحت نتعي الفيديو إذا هو ندير 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 إذا فيه 363 كيلو بايت ما كاملاش و ميجا ندير إذا هذا هو تقليق عليه ندير 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 و تخرج لي هاد الافعينات هادي اوكي إذا هاد الافعينات هادي فيها ثلاثة الإختيارات أو ثلاثة بطن راديو إذن أول حاجة نديرها هي أنني نجي نبدل المودة بباس إنتهى هاد البروغرام أوبسيون شانج باسوورد إذن ربما يكون شي واحد إذن الباسوورد نرغي أزاد أزاد أبليكي ربما يكون عارف هاد البروغرام ويجي يكليكي عليه يبغي يبدل فيه إذن أدمن اللي يكليكي عليه أول حاجة غادي طلبها هالي الباسوورد فهلا عاد كان قد ندخل الحاجة الثانية اللي عارفها هنا في تول عندي ثلاثة الإختيارات الأختيار الأول هو إذا كان الـ USB ديالي فيها بعد الدوسية كاشي إذن من سنختار هذا الاختيار؟ سيبانو دوك لدوسي كاشي ديالي إذن ندخل الـ USB إذن أنا ديجام دخل الـ USB نحيدها إذن ندخل الـ USB في لوب بور ديالها إذن إذن هذا الـ USB دخلت وداتية الإقلاع يعني بوحدها حل الـ USB ديالي هذي ديجام ممزينة هذي نشوف كيفاش نحيدوها مثلا عندي هذي المجلد اللي فيهم كتوبة الشرح ندخل الـ USB ندخل الـ USB إذن لا نحن كيفانو إذا قدر التول وكليكت هنا وكليكت هنا كان عندنا ممزينة الـ USB ندخل الـ USB إذن سنضع الـ USB فولدر إذن كان هناك ممزينة من الـ USB وكليكت هناك ممزينة وكليكت هناك ممزينة وكليكت هناك ممزينة إذن إذا إذا أردت كي يمكنك نضع ندخل ونضع 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 الحاجات الثانية ونضع هذه هي لكي لا تبقى الـ USB لتطلع الـ USB ليس الفيروس لا أبداً ونضع ونضع يجب أن نضع وكليكت هناك نضع لنرى الوزب اضع الوزب لنرى الوزب الوزب لا يتفقدها لسأخذ الوزب نقوم بقيمة لنرى الوزب لنرى الوزب لا يدخل الوزب لنرى الوزب الثالثة هي هي المترجمات بمساعدات ثم أجد تحديد الوزف قدرها خلانة تحديد الوزف غير غير أرجاظ فهو مهم المهم هو هاتف لوجيسير المترجم الى اسب بي سيارة المترجم الى اسب بي سيارة إلا قد نأخذ من USB و نحط في USB مثلا إذن سندخل USB ها هي سنجيب مثلا هذه الدوسية سندخله سيقول لها proteger on the creature إذن دست دست في USB إذن رأي ما نحيدها إذن داباك نلاحظه أنها دست إذن سنحيد نرسي بريمي نحيد هذا إذن سنقوش و ندخل OK و نحيد و ندخل USB و ندخل USB و ندخل USB و ندخل USB و لا يريد أن يدخل سيقول لها proteger on the creature سيقول لها proteger إذن ما نقدش نأخذ من USB و نضع USB و نضع USB و نضع USB و ندخل USB و ندخل USB و ندخل إذاً ما كتتخدمش الـPort راني حيتهم يعني أي شخص يأخذ الـ USB في الـ PC لا تتخدمه سوى إذا أنا جيت و أعطيته أنه يريد الـ USB ديالي نأخذ هنا فوقانية أنه تقرأ كل شيء نتغير أوكي و ندخل الـ USB ديالي و هذا سنلاحظ نأخذ هنا سنرى هذه الـ USB ديالي تزيد إذاً هذا بالنسبة الـ USB يتوى الـ USB ديالي تزيد و يساعد بزاف الحويج إذاً السؤال الأخير هو نتعلم موجة LED بدون اسم إذاً هذا سهل هذين جيهنا يندير نوفو دوسي نقلق بوتون درواء أنسيري كاركتير دي كونترول إني كود نختار شيء واحدة بهذا و نمبرت نختار مثلاً PDF و ندخل أصافي ها هو موجة LED ما لديه اسمية ندخل واحد آخر نوفو دوسي بوتون درواء هنا نختار واحد آخر مماشي نفسه إذا اختارت نفسه سيقول لها ديجا كين اوكي إذاً أنا ممكن تخليص إذاك نتع انتع كنز مينوت نسيتها إذاً كاللاحظة أنه انتع خمسة دقيق أو الـ PC ديالي او قطاع الكونيكسيون اوكي ماشي مشكلة أنا ما أحتاجهاش بوتون درواء فولا إذاً نختار واحدة آخر مثلا وولا إذاً هوا نقد ندير كتر موجة دمي نبدل غي ذاك الـ نبدل غي وحدة بيهم إذاً نتمنى لنا الدرس لكل الإعجاب ديركم في آخر كل درس إن شاء الله امتداء من اليوم سنذكر بواحد حديث انتعرسوا رئيساته السلام لعلي أستفيدوا منه أنا وأنتم إن شاء الله رجيا الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزاني حسانتي وحسانتكم إن شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في ذور كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا